ما يزال فيروس كورونا في ليبيا يواصل تفشيه في المدن والمناطق بشكل متسارع حيث أصبح الوضع الوبائي في البلاد متفاقما جدا لارتفاع عدد الإصابات اليومية التي تجاوزت المئة إصابة الفيروس ينتشر بشكل سريع ومخيف في البلاد حيث أصبح المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحدد في نشرته اليومية المناطق التي سجلت إصاباتا بكورونا وهذا ما حدث حين ذكر تفاصيل الإصابات بالعاصمة طرابلس كما أن زيادة الإصابات الصفرية بشكل يومي تزيد كمية سحب العينات للمخلطين مما يهدد بازدياد أزمة نقص المشغلات ويهدد الأطقم الطبية والطبية المساعدة ولعل ما حدث بمدينة سبهة خير دليل فما انتفش الفيروس حتى سجلت أكثر من عشرين إصابة داخل المركز الطبي البعض يرجع الانتشار إلى استهتار المواطنين وعدم المبالات والتشكيك بوجود حالة إصابة في البلاد مبينا أنه ساهم في ارتفاع الحالات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في محاولة منه للتخفيف من عدد الإصابات يواصل تجربة علاج فيروس كورونا باستخدام بلازمة دم المتعافين من الفيروس حيث يتم استخلاص عينات بلازمة دم من اثنين من المتعافين من الفيروس بعد اختبار مستوى الأجسام المضادة بالبلازمة وبعدها تحقن الحالات الحارجة من المصابين ببلازمة دم المتعافين تزايد عدد الإصابات والروفيات في البلاد يعلله البعض بتهالك القطاع الصحي في ليبيا وقلة إمكانيات المستشفيات والمراكز الصحية التي لا تستطيع استقبال هذه الأعداد ترجمة نانسي قنقر